اشهد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالأوامر الصادرة عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل وتعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة ثلاثة أشهر وتعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة ثلاثة أشهر إلى جانب تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق وأكد معالي أن هذه الأوامر الكريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تجسد الاهتمام الحكومي المتواصل لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتفعيل التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم التي تصب دائما في الاهتمام بالمواطنين وتلبي احتياجاتهم وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الثناء والتقدير الرفيع لاستدامة دعم ومساندة جلالة الملك المعظم رعاه الله لكل ما يحقق للأسر البحرينية الحياة الكريمة وبما يكفل الرعاية الملكية للاستقرار المعيشي والاجتماعي كما نوها معالي رئيس مجلس الشورى ببرامج الدعم التي تقدمها الحكومة الموقرة للأسر محدودة الداخل والحرص الذي توليه لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آليات متطورة وحديثة اشتركوا في القناة